نيجي بقى لاخر جزء في الكمبيوتر بتاعنا ومن بعده هنجمع الاجزاء دي مع بعضها وهنشوف الكمبيوتر بتاعنا وهو شجال. والجزء ده هو الكنترول يونت. الكنترول يونت دي بقى الزعيم بتاع الليلة دي كلها. دي اللي بيتحكم في كل حاجة بتحصل جوه الكمبيوتر. الكنترول يونت بتطلع حاجة اسمها اشارات تحكم. بتقول لو كل جزء يعمل ايه? بناء على الامر اللي جايلي. يعني مسلا لو جايلي امر ان انا بنق الداة من الميموري للرجسر. فهي بتطلع اشارات تحكم بطريقة معينة عشان تخلي الامر ده يتنفس. تقول للميموري طلعي الداة اللي عندك اللي في الادرس الفلاني. وتقول للرجسر استقبل الداة اللي جاية من على الباص. عشان اعمل في عندي اه طرقتين. اول طريقة اسمها هارد ويرد. ودي ان انا بعمل آآ لوجيك سيركيت. آآ بتاعتي بتبقى مقوناة من مجموعة من اللوجيك جيتس وبركب اللوجيك جيتس ديت مع بعضها بتقديه لي وظيفة معينة. وفي الطريقة ديت لو انا حبيتي ان انا عدل في وظيفة فلازم اعملها من الاول وجديد. لازم افك السلوك بقى واضيف الاجزاء اللي انا عايزها والكلام ده كله. والطريقة التانية والاحسن واللي مستخدمة في الحياة العملية وهي ان انا بعمل كنترول يونيت اقدر ان انا ابرمجها آآ لو حصل فيها مشكلة وحبيت اعدل فيها حاجة فانا ببرمجها. ما فيش سلوك بتضغير ولا توصيلات بتتكسر ولا الكلام ده كله. زي مثلا اللي تكلمنا عنها قبل كده. دي بيستخدموها عشان يصمموا كنترول يونيت وبيصمموا اجزاء كتير من اجزاء الكمبيوتر. ولكن انا وانا شغال في الكمبيوتر ده اشتغلت بالطريقة الاولينية اللي هي الهارد وايرد. آآ ما يهمناش في حاجة لان آآ الجزء ده احنا هنتجاهله. زي ما قلنا احنا مش هنخش في تفاصيل التصميم بالزبط. وانا عبا فيه فيديو مفصل. بشرح فيه التصميم بالتفصيل الممل. آآ ولكن ده للناس اللي هي يعني عارفة وعايزة تعرف كل جزء انا صممته ازاي. طيب. نجي نشوف بقى الكنترول يونيت هتطلع ازاي. بص يا سيدي. تعالي هناخد على سبيل المثال لو انا عايز اعمل ان انا عايز اجيبه الامر بتاعي. قلنا عشان اجيبه الامر. لازم الادرس يروح من البي سي الى الام اي ار. فيروح من الام اي ار للميموري. آآ الميموري بتطلع البيانات على البص بتاعنا. الاي ار هياخده من البص. كده انا عملت فيتش الانستراشا. الكنترول اللي بقى تقول لك ايه. هو انا في خطوة الفيتش دلوقتي. يا بتسأل نفسها السؤال ده. لو انا في خطوة الفيتش يبقى ايه يا بي سي طلع لي الام اي ار. فتفتح السكة بين البي سي والام اي ار. لو قد ترى ستيب بفر اللي يبقى بينهم تفتحوا ان الداتا اتنين من البي سي الى الام اي ار. طيب. مفروض اخد الداتا بقى من الميموري. فهاخد الداتا من الميموري فتفتح السكة اللي بين الميموري والام اي ار. طيب مين اللي هياخدها? انا عندي كزا جهاز متوصل على البص ده بياخد منه داتا. ممكن الاي ار ياخد الاي ياخد البي اس ممكن ياخد فهي بتقفل الاجهزة او بتقفل السكة من دول كلهم بتقول لهم انتوا قفوا محدش فيكوا يقرب ناحية البص. وبطول الاي ار خد انت الاشارة بتاعتك او خد انت البيانات اللي موجودة على البص. الكلام ده بتعمله ان هي بتولد اشارات تحكم بتعرف كل جزء هل يفتح المصار بتاعه ولا لا. وهل مسلا الاي ار هيفتح انا مصار المصار اللي هو بياخد من البص ولا المصار اللي بيودي للبص. فكل ده او هي اللي بتعمله وبتتحكم فيه. وده كده كان اخر جزء معانا في الكمبيوتر بتاعنا اللي هو وده الزعيم بتاع اللي اللي دي كلها وهو المدير واللي بيتحكم على حسب اللي جايلي. يبقى اللي بتعمله لو هي في بتاخد اه بتطلع اشارات معينة الامر بيجي لل про وعلى حسب بقى الامر اللي موجود جوه الاي ار بتطلع اشارات معينة. على سبيل المثال لو انا عايز امر جمعة يعني لو هي دلوقتي بيتنفز الامر بتاع الجمع فهي بتطلع اشارات بتحكم اللي هي اقول لك يفتح السكة اللي بين الاي وال واي ل او. واللي بين الاي ال وال والسكة اللي بتودي من الاي اليو لины. يعني زي ماقول نك الجمع انا باخد الاي والبي اجمعها معنا وبعد والنتج بتحط في السيف. فهي بتفتح السيكة جديد. وبتقول للايه اليو اجمعي. ان ايه اليو زي ما انا ممكن تجمع ممكن تتحق. فهي بتقول للا ده خلي بالك الامر اللي جاي لك دلوقتي امر جمع مش امر طرح. فهي بتاخد الامر وتفسره وتطلع واشارات تحققهم بناء على الامر اللي انا بنفزه دلوقتي. ودي كده وده كان اخر الجزء معنا في الكمبيوتر بتاعنا. في الفيديو الجاي هنجمع الكمبيوتر كله مع بعضه. وهنشوف الدنيا متوصلة ازاي. وفي الفيديو اللي بعده هنكتب برنامج على الكمبيوتر بتاعنا وهنشغل وهنشوف البرنامج وهو شغل.